بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها السادة المشاهدون والسيدات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم ومرحبا معنا في برنامجكم هكذا أنزل برنامج مبارك نتكلم فيه إن شاء الله تعالى عن القراءات القرآنية ما هي القراءات؟ ما هي معانيها؟ أوجه اختلاف القراءات؟ ما علاقة هذه القراءات بالأحرف السبعة؟ ما هي الأحرف السبعة؟ من هم هؤلاء القراء؟ أنا كمسلم من عامة المسلمين ما الذي ينبغي علي أن أعرفه تجاه هذه القراءات القرآنية؟ هذا وأكثر منه إن شاء الله تعالى سنتطرق إليه في حلقاتنا اتباعا بحول الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل الوحي المطهر على قلبه صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الْرُوْحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي سُورَةٍ أُخْرَى قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى قَلْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طيب إذا عرفنا أنه نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نستفيد من هذا نستفيد من هذا أن نعلم أن القرآن كان ينزل كيانا كاملا النص الشريف الذي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى به كيانا كاملا مليئا بأسراره وأنواره وأحكامه وأحرفه وما يتعلق به من كل ما يتعلق به من الأمور كان ينزل كاملا والنبي صلى الله عليه وسلم يصف هذه الحالة حالة الوحي فيقول أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس يأتيني أي الملك بالوحي يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني أي ينفصل عني بعد أن ينتهي الوحي وقد وعيت وعيت ولم يقل عليه الصلاة والسلام حفظته وقد وعيت عنه ما قال إذن يعي النبي صلى الله عليه وسلم فوعيه عليه الصلاة والسلام يدل على هذا الحال المتكامل الذي كان يحصل له بهذه الكيفية العظيمة التي تسمى الوحي فهو نزول للمعارف التي يريدها الله عز وجل وأسرار القرآن الكبرى على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم هذا لا شك ليس هو الحالة الوحيدة التي كان يأتي الوحي بها وإنما هو الحالة التي جرى عليها معظم الوحي في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي نحن متعبدون بتلفظ القرآن الكريم كما تلفظ به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما نحن متعبدون بفهمه يقول الإمام بن الجزري رحمه الله تعالى ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقات من الحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها فنحن متعبدون بألفاظ القرآن ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم برأفته ورحمته بأمته بأبي وأم صلى الله عليه وآله وسلم كان يطلب من جبريل عليه السلام عندما ينزل عليه بالوحي التخفيف والتيسير على الأمة ولذلك ورد إلينا أن العرب كانوا مختلفين في لهجاتهم كما نحن الآن مختلفون في لهجاتنا فيتفاوت الناس اليوم فالشامي يتلفظ بلهجة مختلفة عن التي يتلفظ بها المغربي وهي مختلفة عن التي يتلفظ بها اليمني المصري الحجازي النجدي العراقي كل البلاد نجد ألفاظا كلها ضمن اللغة العربية إلا أنها تعبيرات مختلفة بحسب هذه الأماكن وكل كلام العرب اليوم إن أزلنا منه الأصول الاستعمارية يعني الفرنسية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو ما شابه وكذلك الثقافات التي تأثر بها العرب الأصلاء التركية وغير هذه يبقى لنا الصافي في الأخير كلام عربي أصله كما كان يلفظ به العرب في الأغلب الأعم مع أخذ الاعتبار أن الزمان قد يغير في ألسنة الناس فكان كذلك الأمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالهذلي يقول عتى ولا يقول حتى والتميمي يهمز في كلامه يأتي بالهمز القرشي لا يهمز الأسدي والقيسي يميلون في كلامهم هذا يقول عيسى وهذا يقول موسى وهذا يقول الدنيا وغيره يقول عيسى 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 يعني إمالة كبرى أو إمالة أقل منها وآخرون يقولون عيسى ويقولون الدنيا ويقولون الكبرى ولا يميلون في كلامهم واحد من الناس يقول خبيرا بصيرا واحد يقول خبيرا بصيرا هذا في كلامهم العادي المعتاد لا نتكلم عن تلاوة قرآنية إنما نتكلم عن كلام عادي يتخاطبون به في حياتهم اليومية هذا يقول ذهبنا إلى الصلاة وهذا يقول ذهبنا إلى الصلاة كلام عربي فإذا كلف واحد من هؤلاء أن يعدل ويزول عن لغته إلى غيرها من اللغات لعظم ذلك عليه وشق عليه وعظمت المحنة فيه وتكلف في العدول عنه والخروج عنه ما لا يستطيع فأراد الله تعالى بحكمته ولطفه إكراما لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يهون ويخفف على الأمة فسمح لها بالقراءة بالأحرف السبعة ما هي الأحرف السبعة؟ اسمعوا معي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي البخاري ومسلم عن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف وجاءت الرواية أكثر تفصيلاً عن سيدنا أبين رضي الله عنه عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أضاة بني غفار وهو موضع قرب المدينة فأتاه جبريل عليه السلام فقال له إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال صلى الله عليه وسلم أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك فأتاه الثانية إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك فأتاه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك فأتاه الرابعة إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا وكذلك أعطى الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بكل ردة مسألة فكان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اغفر لأمتي في الأولى والمسألة الثانية قال اللهم اغفر لأمتي والثالثة قال عنها صلى الله عليه وسلم وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا الصلاة والسلام رحمة النبي صلى الله عليه وسلم فمن توسعة الله تعالى على عباده ومن رحمة الله تعالى بنا أن أكرمنا بهذا التوسيع وهذا التفريع في هذا الأداء حتى يتمكن كل مسلم من أن يقرأ القرآن على لهجته دون أن يكلف ما لا يستطيع ودون أن يشق على نفسه بما لا يطيق وكذلك كان من اختلاف الأحرف السبعة هذه التوسعات كان منها أيضا نماذج أخرى تتعلق بجوانب معنوية يعني ثراءات معنوية تعطي اتساعا في المعاني لفظ واحد يقرأ بعدة أوجه يعطيني معاني متعددة هذا جانب ثري في الأحرف السبعة ثري في القراءات ما علاقة القراءات مع الأحرف السبعة هذا إن شاء الله سوف نتكلم عنه في حلقات قادمة إن شاء الله وسوف يتجلى لنا هذا المفهوم بوضوح ونسأل الله أن تكون في هذه السلسلة في هذه الحلقات في هذه القناة المباركة إجابة شافية عن كثير مما يسأل عنه كثير من الناس وأيضا نسأل الله تعالى أن يكتب البركة في هذه الحلقات فتجلي هذه الأوهام وتوضح للناس الأفهام ونسأل الله تعالى أن يبارك في هذا العلم وأن يرزقنا به العمل وأن يجعلنا من المتقين وأن يجعلنا من الصالحين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيم نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على خير في كل حال وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأوقات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته